كلمة في التلفون أنا خايفة قوي على مستقبل ولادي أنا مش متطمنة أعمل إيه؟ أبي بيقول لي أنا عايزة أضمن مستقبل ولادي عايزة أمن على حياتهم هل ما أنا أمن على حياتهم؟ أروح أتفعلوهم مئصات ولا أعملوهم إيه؟ أعظم نظام تأميني إيه؟ أنا عايزة أقول له حضراتكو يا جماعة اللي عايزة يأمن على حياته واللي عايزة يأمن على حياته ولاده واللي عايزة يأمن على حيات مراته بعده منه يعمل إيه؟ كل واحد فينا عنده ولاد وخايف عليهم كلنا اكيد بنحب ولادنا جدا وانا شخصية معرفتش امتي ولا غلوة ولادي اللي بعد ما غلوتي عن دمي وابويا اللي بعد ما اتجوزت وخلفت كل واحد ما بيعرفش ام غلوته اللي بعد ما هو يتجوز ويخلف ادنا غالي جدا عشان تضمن بقى حضرتك اذا يتأمن على حياتك وحياة ولادك تعمل ايه اهو طبعا ربنا بيقول لنا في القرآن العظيم ويقذب لنا العلاج والقرآن في كل حاجة ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء تصوروا حضرتكم تدفع اصطين اتنين بس عايز ربنا يكرمك وبركلك في ولادك وبركلك في صحتك وسط الولادك ويكبر بخاطرهم يبقوا حاجة مفيدة كده حاجة تفرحك اصعب حاجة في الدنيا يا جماعة يعني ان المصيبة تبقى في حاجتين تبقى في دينك وفي عيالك لو مصيبتك في دينك وامتعافش ربنا تبقى مصيبة ولو مصيبتك في عيالك يعالك خيبين حواليك كده وانت مش قاد تعملهم حاجة بتبقى مصيبة طب اعمل ايه يا مولانا عشان اأمن على حياتي وحياة ولادي بعد مني حضرتك من فضلك ادفع اصطين اتنين بس ربنا تذكرهم لنا في القرآن العظيم قال لنا ايه قال لنا وليخسى الذين لو تركوا من خلفهم ذرياتا ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه يا رب يعملوا ايه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اذا يا جماعة تقوى الله تقوى الله والقول السديد هما القسطان اللذان يطلبهما منك القرآن العظيم لكي تؤمن على حياتك وعلى حياة اولادك بعد وفادك طب انت حتقول لي طب انا دفعت الاصطين اتقت ربنا وقلت القول السديد ماذا سافع الله لأولادين لو موت ربنا حيرعاهم برعايته حيبوتاما صحيح لكن ربنا حيرعاهم برعايته سبحانه وتعالى يعني ايه تقوى الله تقوى الله كده باختصار يا جماعة ان يجدك الله عز وجل حيث امرك وقال لا يراك حيث نهك يعني ايه يعني اللي يرضى ربنا تعمله اللي مرضيش ربنا سبحانه وتعالى ما تعملولش